بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أحبائي مشاهدي فضائية العراق التربوية أبنائي طلبة الخامس العلمي ودرس جديد من دروس الأحياء وما زلنا في الفصل الأول من الكتاب وهو من أطول الفصول أحبائي الطلبة تحدثت لكم في لقاءات متعددة عن القسم الأول من هذا الفصل وهو التغذية وتناولت التغذية بأنواعها حيث مررت بالتغذية في وحيدة الخلية ثم تناولت التغذية في النباتات على أدوار متنوعة ثم تناولت التغذية في البناء الكيميائي بعملية تغذية جديدة بالكائنات الحية الدقيق ثم تناولت التغذية في الحيوان على أنواعها المتعددة وكانت على التغذية المباشرة والتغذية على الهائمات ثم التغذية على الكتل الغذائية الكبيرة ثم تناولت معكم التغذية على السوائل وميزت بين الطفيليات التي تتغذى على هذا النوع ثم ذكرت لكم التحورات الكثيرة التي طرأت على بعض الكائنات الحية من أجل الحصول على الطعام فإن في الأحياء صراع دوما من أجل البقاء وهذه هي سنة الله في الأرض وأن البقاء فيها للأصلح وتحدثت لكم أيضا عن هذا السن التركيب العجيب الذي له فوائد متنوعة ذكرتها وتنوعت بها وذكرت لكم أخيرا كيفية انتقال الأمراض إلى الإنسان حيث أن الأمراض تنتقل للإنسان من خلال الطفيليات سواء كانت هذه الطفيليات داخلية أم طفيليات خارجية واليوم تناول معكم أحبة الطلبة القسم الثاني من الفصل الأول وهو الهضم إذن دعوني أذهب معكم إلى اللوحة وأذكر لكم ما هو المقصود بالهضم الهضم أحبة الطلبة نحن كبشر كذلك الحيوان كذلك النبات كلها كائنات حية تحتاج إلى الطعام ولكن الطعام القادم إلى الجسم هو طعام معقد نتناوله على حاله والجسم لا ينتفع إلا بأن يتحول هذا الطعام إلى مواد تشابه تركيب جسده من أجل أن يحصل على أنسجة ملائمة تنمو هذه الأنسجة وتتطور وتتقدم بتقدم العمر فلا يمكن أن نجد في الطبيعة ما يكون أنسجة الجسم بصورة حرة لكننا نستطيع أن نجد بعض المركبات المعقدة التي تحولها الأنزيمات إلى مركبات مفيدة ولذلك أحبة الطلبة إذا أردت أن أعرف الهضم أقول هي عملية عملية تفتيت الطعام إلى قطع صغيرة ميكانيكيا أو كيميائيا بفعل إنزيمات مفرزة من داخل الخلية أو خارجها للحصول على للحصول على مواد أقل تعقيدا تخدم أنسجة الجسم أو تحرر منها الطاقة وتولد منها الحرارة أضع أحبة الطلبة تحت ميكانيكيا أو كيميائيا أضع لكم ثلاثة خطوط الهضم تفتيت الطعام من أجل أن نحوله إلى مركبات صغيرة قادر الجسم فيها على احتوائها وقادر على تحويلها بما ينفع جسمه وجسده فنحن نعلم أن الجسد مركب من أنسجة معقدة وهذه الأنسجة تحتاج إلى ديمومة من أين تأتي هذه الديمومة؟ تأتي من المواد الغذائية المتكونة في داخل جسم الكائن الحي الكائن الحي أنا أجزم لكم لا يستفاد من الكاربوهيدرات ولا يستفاد من البروتينات ولا يستفاد من الدهون ولكن يستفاد من تحقيمها ويحولها إلى مركبات أخرى إذن صار من اللزوم علينا أن نعرف ما هي المكونات الرئيسية للغذاء سؤال ما هي المكونات الرئيسية لغذاء الكائن الحي حبة الطلبة هذه المكونات الرئيسية أقول لكم هي أولا أولا الكاربوهيدرات ثانيا الدهون ثالثا البروتينات رابعا الفيتامينات خامسا الأملاح والمعادن إذن هذه هي مكونات رئيسية لطعام كل كائن حي الماء لا يعتبر غذاء ربما هو مهم للكائن الحي بس أنا ذكرت لغذاء الكائن الحي الماء مهم جدا للكائن الحي لا بل أن 80% من جسم الكائن الحي أو يصل ربما إلى 85% منهما لكن الماء ليس غذاء الماء مادة لها عضوية نحن نحوله إلى عضوية بعملية البناء الضوية نحن الماء نستفاد منه في دامة فعاليات كل الكائن الحي لكن الطعام لبناء الأنسجة أو لتحرير الطاقة وأسأذكر هذا أحبة الطلبة الكاربوهيدرات والدهون يستفاد منها الكائن الحي لتحرير الطاقة الضرورية للتفاعلات الحياتية البرونتينات لا تحرر طاقة إنما إنما تكون أنسجة تكون أنسجة الفيتامينات لا تحرر طاقة ولا تكون أنسجة إنما لإدامة النشاطات لإدامة النشاطات وبناء الأيض وهنا للأيض للمساعدة على الأيض الأملاح والمعادم أحبة الطلبة هذه المكونات الرئيسية في طعام الكائن الحي ليست كلها يعني يستفاد منها بحالة واحدة لذلك لا بد لكل كائن حي من أن يتناول وجبة غذائية تكون قادرة على أن تولد لهذا الإنسان احتياجات جسمه بالكلية حباء الطلبة لا بد لنا أن ننتبه إلى أننا في عملية الهضوم سنتناول قضية هذه المواد هل الجسم يستفاد من هذه المادة مباشرة يعني أنت عندما تذهب إلى السوق فتطلب من البقال كيلو من البطاطة هي عبارة عن كاربوهيدرات هل أن البطاطة التي قد طلبتها سيستفاد من الجسم على حالها نقول لا لا بد أن تتعرض أولا إلى هضم ميكانيكي إذن الذي وضعت له أمامكم خطين ما هو المقصود بالميكانيكي وما هو المقصود بالكيميائي الهضم الميكانيكي يا حباء الطلبة عندما أقول هضم ميكانيكي ميكانيكي نعلم نحن نحن أحباء الطلبة أن هناك هضم محاطة بطبقة مخاطية أسفلية فإذا تقطع جزء من الطبقة المخاطية الداخلية حصل ما يسمى بالقرحة يتلوى الإنسان وكأنه في ولاده لأن التزاب المفرز من خلايا المعدة سيذهب مباشرة إلى لحمها ويدخل فيها بصورة مباشرة مسببا آلاما لا تحتمل عندما يفقد جزء بسيط من الطبقة المخاطية في المعدة أحبة الأفاضل الهضم الميكانيكي هو الهضم الذي يتعرض له الطعام بالتقطيع مثلا عندما نقطع الطعام بالأسنان في الفم في منطقة استقبال الطعام نقول أن هضم الطعام هنا هضما ميكانيكيا لم يحصل عليه هضم أنزيمي إلا لبعض أنواع الأطعمة سأفصلها لاحقا إذن من هذا فهمنا أن الهضم الميكانيكي هو هضم التقطيع وهذا يحصل في الأسنان أو حركة عضلات الأمعاء أو المعدة يسمى هضم ميكانيكي أما الهضم الكيميائي فهو هضم الطعام إنزيميا عن طريق إنزيمات منوعة موجودة تفرز من جدار المعدة أو من الغدد اللعابية في الفم أو من بطانة الأمعاء أو من بعض الأعضاء مثل البنكرياس من الأعضاء المهمة بالهضم الكيميائي حبتي الطلبة ميزت لكم الآن بما وضعت تحته ثلاثة خطوط حمراء لكي نميز أثناء الحديث بين الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي أبناء الطلبة ما زلت مع البطاطا هل أن الكائن يستفاد منها على حالها؟ أقول لا وإنما يستفاد عندما تتحول إلى جزئات بسيطة من السكريات إذن هنا نقول الكاربوهيدرات الجزء المتحلل منها يصبح سكريات تعددة نستفاد منها عندما تتحول إلى سكريات ما هو ناتج هضم الكاربوهيدرات؟ سكريات طيب ما هو ناتج هضم الدهون؟ نقول أحماض شحمية زائد غليسيرين أو غليسيرول طيب ما هو ناتج تحلل البروتين أقول أحماض أمينية أحماض أمينية وباقي الأنواع هي ليست فيها مواد تحول لأنما عوامل عوامل مساعدة عوامل مساعدة عندنا أيضا بعض الأحماض النووية الموجودة في طعام الإنسان الأحماض التي تحول الـ RNA والـ DNA هذه تتحول في الهضم إلى نيوكليدات صغيرة وبعد ذلك تعمل عليها أنزيمات محولة إياها إلى قواعد نايتروجينية وسكر وفوسفات وبالتالي هكذا تتم دولة الطعام في داخل الكائن الحي ربما إذا سألتك عن الكاربوهيدرات وعن الدهون وعن البروتين فإنك عزيز الطالب تجد البروتينات في اللحوم وتجد الدهون في الزيوت والزيتون وتجد الكاربوهيدرات في القمح وتجده في البطاطة وما شابه ذلك فعندما نذهب لشراء بعض الأطعمة نحن نعرف لماذا نشتري هذا الطعام وماذا نود من الحصول عليه في داخل جسم الكائن الحي هذا باختصار للهضم وتعريفه أما ما هي أنواعة فأعلم عزيز الطالب أن الهضم نوعان هضم داخلي وآخر خارجه سأمسح اللوحة وأذكركم بأن الهضم له نوعان هضم داخلي سؤال ما هو ما هي أنواع الهضم أولاً الهضم الداخلي الهضم الداخلي أحبة الطلبة لا يحدث في كل الكائنات نما عادة يحدث في الأحياء وحيدة الخلية ويحدث أيضاً في الأسفنجيات يحدث أيضاً في الأسفنجيات ويتم الهضم داخل جسم الكائن يحدث في ملاحظة الأولى يحدث في الكائنات وحيدة الخلية و في الأسفنجيات محباء الطلبة هذه هي الملاحظة الأولى التي نفهمها الهضم الداخلي أيضاً هذا الهضم يحصل داخل الخلية يحصل داخل الخلية أضيف لكم أيضاً أن هذا الهضم الداخلي ربما يحصل في الكريات العدلة في الكريات البيضاء يحصل أيضاً في بطانة الأمعاء في خلايا بطانة الأمعاء هو هضم داخلي كائنات وحيدة الخلية أو خلية واحدة يحصل فيها هذا الهضم وهذا الهضم يحصل داخل الخلية طيب ملاحظة أخرى هذا الهضم يحصل بعد انبعاجات على سطح الخلية طيب ملاحظة أخرى يحتاج يحتاج هذا الهضم إلى الجسيمات الحالة ثم تفرز الجسيمة الحالة أنزيماتها أنزيماتها في داخل الفجوة ثم يحصل الإخراج الخلوي عند تمام عملية امتصاص المواد المفيدة ثم تلتحم الفجوة مع الغشاء الخارجي طارحة الفضلات من الجهة المقابلة نحن هنا في هذه العملية ربما هي صعبة على كثير من الطلبة بهذه الملاحظات السريعة التي كتبتها على اللوحة سأرسم لك رسمة مبسطة أشرح لك هذه النقاط بالتفصيل وستكون بإذن الله أسهل عليك كثيرا انتبع عزيز الطالب هذه هي الخلية هذه هي الخلية ويوجد في الخلية أنا تركت هنا فراغ لعمل الفجوة هنا سيكون هناك طعام قادم هذه قطعة الطعام دخلت فحصل انبعاج في غشاء الخلية فنزل الطعام هنا وبدأت الخلية تحاول ان تلتحم لان الغذاء بدأ يجذب الجدار الى الاسفل فبدأت الخلية هنا بالالتحام ونزل هذا الجزء من الجدار الى الاسفل والتحم وفي داخله هذا الطعام هنا نسميها الفجوة الغذائية هذه هي الفجوة الغذائية اذكركم انها فجوة مؤقتة مؤقتة طيب هذه الفجوة الغذائية كيف تكونت تكونت من انبعاجات الجدار الخارجي ودخول الطعام فيه هنا عندنا احبة الطلبة عندنا ما يسمى جهاز كولجي هذا هو جهاز كولجي المكون من صهاريج وفجوات وحوصلات صهاريج وفجوات وحوصلات وهذه الفجوات يعتقد انها هي الاجسام الحالة حتى ان العالم تديوف قال ان هذه الفجوات السام الحالة هي فجوات انفصلت عن جهاز كولجي فهذه الجسيم الحالة افرزت انزيماتها هنا ويعتقد ان فيها اكثر من اربعين انزيم افرزتها الى داخل الفجوة الغذائية تحولت الفجوة الغذائية فتناولت وتحلل فيها الطعام وخرج الى الخارج وبقي جزء قليل منه هنا على شكل الفضلات تتحرك الفجوة هنا ومعها هذه الفضلات الصغيرة ثم تأتي فتلتحم هكذا بالجدار ويذوب الجدار من هنا وتطرح المحتويات خارجا وهنا يدعى الاخراج الخلوي طيب هذه جسيمة حالة هكذا حصل ما كتبته لكم بنقاط متنوعة واضحته لكم هنا بهذا المخطط البسيط للهضم الداخلي الهضم الداخلي من الشروط الاساسية ما هي شروط نجاح الهضم الداخلي أقول أولا أن تتواجد الإنزيمات النشطة لا تكون الجسيمة الحالة مريضة ولا تكون الإنزيمات غير واضحة أو غير متولدة ثانيا قطع الطعام تكون صغيرة قابلة للتحلل فإذا كانت قطع الطعام كبيرة جدا فهي غير قابلة للتحلل أحبة الطلبة هذا الذي يعني تحدثت لكم به أحاول أن أصل إلى نقاط أساسية فيه أولا أن هناك شيء اسمه الهضم والهضم هي عملية تفتيت الطعام الهضم عملية تفتيت الطعام وتفتيت الطعام من أجل الحصول على المركبات التي يستفاد منها الجسم الجسم لا يستفاد من الفيتامين أو الكاربوهيدرات أو البروتينات بصورة معقدة ويحتاج إلى أن تكون هذه بصورة بسيطة وهذا الذي أعنيه أني عندما أبحث عن الكاربو أبحث عن السكريات أنا أبحث عن السكريات الكاربوهيدرات كما تعلم هي الـ CHO وكذلك عندما أتناول الدهون فإنني أبحث عن الأحماض الشحمية المهمة هناك أحبة تطلب بعض الأحماض الشحمية الغير مشبعة الدهون غير مشبعة من نوع الأوميغا 3 هذه تمنع أمراض القلب حتى وجدوا أن الناس الذين يعيشون في الأسكيمو في الجزيرة الخضراء لا يصابون بأمراض القلب ولا أعياء الدموية ولا حتى بأمراض الروماتيز روماتيز والسبب كثرة تناولهم للأسماك التي تكون حاوية على الأوميغا 3 ولذلك ننصح الحوامل بالكثار من تناول السمك لأن تناول الأسماك يبعدهم عن أمراض القلب والأوعية الدموية أحبتي كذلك البروتين نحن نبحث عن الحماض الأمينية والحامض الأميني هو الحامض الذي يكون أنسجة الجسم والفيتامينات وغيرها هي عوامل مساعدة لإنجاز هذه الفعاليات بصورة كاملة وهل أن الهضم يكون دائما بيهضم بطريقة واحدة لا وإذا وضعت لكم اليوم الطريقة الداخلية هذا هو الهضم الداخلي هذا هو الهضم الداخلي الذي قد يحصل هنا يحصل في بطانة الأمعاء ممكن ممكن يحصل يحصل حتى في الديدان في الديدان المسطحة المتسمى البلانارية البلانارية ممكن أن أن تكون هذه الطريقة الأساسية في عملية الهضم البلانارية يمكن هذه الطريقة الأساسية البلانارية من الديدان التي يكون فيها هضم خارجي وهضم داخلي ولكن تعتمد اعتماداً كلياً على الهضم الداخلي هذه الدودة هي من الديدان المسطحة إذن هذا يحصل حتى في الكريات البيض في طريقة دفاعها من الأمراض ودفاعها عن الجسم هذا هو أحبتي الطلبة ما يسمح به وقت درسنا لهذا اليوم متأملاً من جميع طالبتي أن يكونوا قد دونوا ملاحظاتهم في ورقة يتذكرونها ساعة الامتحان وساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر